السلام عليكم ليخوانا اخوات اهلا ومرحبا بكم معي مرة اخرى في هذا الفيديو الجديد فلقيت واحد السؤال دي الواحد الاخت اللي كتتكلم لي على المشكل ديال الباسبور وهذا والجت لكم هاد العرام ديال الباسبورات لانه قد نهضروا على الانقائطات اللي هما مهمين نتمنى نتمنى منكم كملي اللي غدين تشوفوا هاد الفيديو بارتاجيه لان فيه معلومات مهما اللي غيستفدوا منها بزاف ديال الناس وربما غدين يداركوا الموقف قبل ما يطيحوا في المشكل ديال الباسبور بحال هاد السيدة هذي اللي غد نتكلم عليها اليوم فهاد الاخت هذي كتقول لي بان الاخت دياله في اسبانيا عندها مشكل مع الباسبور من اللي بغت تبدل لورايقات دياله واخر انا جيب لكم باسبور ديال المغرب وجيب لكم حتى الباسبور ديال اسبانيا راكم كتشوفوا فيهم شي قطيعات وشي قابي وهذا فقد نهضروا على هاد المعلومات المشكل اللي اقع لهاد الاخت هذي هو انها بدلات الباسبور ديالها في المغرب ما كان nghĩ لكم الناس وياكم تبدلوا الباسبور في المغرب ولا كان عرفوا هذا اشراع هذي ممكن جدد الباسبور ديالك في القونصلية التابع لها ممكن تبدلوا المغرب مسلا بشي إلا اخرية ولكن كان واحد معلومة اللي غاد ينهاضروا عليها الهي karena خذ الناس ولا يوسطنا منها ولا تديرها في الحسبان ديالها باش ما تطيحش من واحد السنين ولااربع سنين من بعد ما تجدد الباسبور تلقى في المشكل تولي في ملايح ما دعوه به. فهذا الاختها دي مش هتبقى سيونس للمغرب. بدلت الباسبور الفين وعشرين تقريبا على مانظم اللي ما خادت نشت ذاكيرها تشيري حكات ليها. عليها ما بياك هتباشي للمغرب كانت جي عادي مؤخرا يعني وفاولي هالورايقات الدينة دي الخمس سنوات وبغاد تبدله دفعاتهم فتفاجأت بان هاد الناس هادو كيقولوا لها اكستران خرياس غالبا غالبا من اللي كان دفعوا الورايقات الدينة عن فان جدهم وكيشوفوا الباسبور اللي دفعنا به من جد الوراق يعني كيكون جديد وفيه طبعة ولا فيه يعني انهم جدد في المغرب. فهنا كي بدأوا يشكوا فيك في ذوك الخارجات ديالك البلاد. شحال قلستي? كيقول لك ودي جيبنا الباسبور القديم. زاف دي الناس ربما غتخليوا لي في التعاليق انكم دزتوا من هاتجزري بهاتي. كيقول لك جيب لنا الباسبور ديالك القديم. حالة اللولة. ولا في الحالة التانية اما يقول لك الباسبور ولا يقول لك جيب لنا واحد سرتيفكاتو ديال موبيمينتوس ميغراتوريوس. يعني شهادة ديال الحركة ديال الهجرة. يعني اللي كتميين لنا الدخلات والخارجات ديالك يعني الاسبانيا. مش حال مشيتي من مرة خارج اسبانيا? فين مشيتي? وش حال قلستي في هادوك المدات اللي خرجتي فيهم يعني برا على اسبانيا. فهاد شهادة كيلقوا في هالناس مشاكيل كتيرة. خصوصا خصوصا باللي كيتعلق الامر بالتصبورات اللي مبدلين في المغرب كم مجرى لهات الاخت هذي. مشات القنصرية اللي تابع لها. يا نورمال مينتي. هاد شهادة كتتعطى في القنصريات يعني اللي تابعي اللي احنا يا. خاصاتك هاد شهادة طلبات هالك الاستراخيرية يعني ديال ديال اسبانيا كتتمشي للقنصرية اللي تابع لها. وكيتش بدلك هذيك شهادة ديال الحراكة ديال الهجرة ديالك ديال الدخلات والخارجات للبلاد. فهاد سيدة بما انها هنبدلت الباسبور لجداته في المغرب. القنصرية اللي تابع لها قاتلها ابتي ما نقدروش ولذكش اللي احكيت لي يا هي. القنصر حضرتها مع القنصر قال لها انني ما نقدرش نعطيك هاد شهادة لان الباسبور ما جددتيش عندنا. انا كان اعود لكم وكانحكي لكم اجربة اللي احكيت لي يا سيدة. مزيان? فقال لها ما عليك الا تمشي للمنطقة اللي جددت في هالباسبور ديالك. يعني في المنطقة ديالك الولاية ديالك العاملة ديالك الى اخرى شوفك تدير تمشي انتية ولا دير شي وكالة لشي حد. واضطرت باش تدير وكالة لشي حد من العائلة ديالها صيفتها يعني في البوسطة. اش حال قد تتعطل? واش توصل? واش ما توصل? اش راكم عارفين عاد توصل تمامايا لذك العائلة وتعوى يمشي بدي يجري فيها. ان القيادة يمشي العاملة. يعني ما على باليش فين غادين يعطيوها الشهادة. ما عنديش ادنى فكرة. انا هناك انعرف ان في اسبانيا كيعطيوها القنصليات اللي تابعين للمنطقة ديالك. انا المعلومة اللي بغيت نتقاسم معكم اليوم. الناس اللي كان عيشوا برا على اسبانيا وكان مشيوا للمغرب ونبدلوا الباسبورت ما في المغرب. فالباسبورت القديم انطلبه من الموظف يعطيه لنا. ما عنده هو ما يدير به هذك الباسبورت غاد يتقطع. وكما كنتشوفون انا اجيب لكم هنا الدليل. ها التقابي. فهذا الباسبور مثلا هذا الباسبور البيومتري اللخر اللي كيندابك انخدموه به. وهذا الباسبور القديم ها هو بقي محتافظ به انا يا نفس المشكل فيه تهوى التقايبات يعني مكو دايرينو يعني مفرمينو. بانه مبقاش خدام. والداخل را كي كتبو لك تمامايا انولي ما غادش نوريكم الداخل لان فيه المعلومات. ديال اسبانيا نفس المشكل يعني الموظف كي يسولك لا الديناي ولا ثالباسبور كي يسولك يقولك واش بغيتيه. كي يقطع له هاتشكل هذا ولا كي يدير فيه تقابي بحال هاتشكل ديالي فيه مثلا يعني القنصرية المغربية احنا يا في بيلبو. وقع يعني ها واحد هلا اخر تا هو مقطع هلا اخر مقطع هذا ها هو مقطعش ما فيه تشي حاجة ولا كرة الصلاحية دياله من تاهية. هنا في اسبانيا حسب تزريبة ديالي انايا مرات عدة مرات الديني ولا الباسبور ده بقين هذار على الاسبان يعني الادارة ديال الاسبان بنسبة الباسبور والديني الموظف غالبا كي يسولك يقولك واش بغيتي هاد القديم سواء تعلق الامر بالباسبور ولا بالديني يعني كالريكوردو لا باش يبقى عندك كدك ديكرة خاصة من اللي كيتعلق الامر بالاطفال ما كيكونوا بقين صغار. يلا قلتيلو اه فكيدير له هذا التقابي وكي يعطيه لك اللي قطعوا بمقسم شي شيها وكي يردو لك. نفس المشكل هانتم مكان تشوفوا معينا وانريدكم احتالى المغاربة رهم كي يديروا نفس المشكل. عين احنا نطلبوا بالباسبور ديالنا القديم نقول له تديرني بغيتي الباسبور ديالي لان لان لو عساش نهارا غادي نطيح شي مشكل ويطلبوا لي هاد الناس ذو. طبعات اللي دخلت بهم للمغرب اخرجت لان ماشي صلاحية ديالة مهمة. ما ممكن يتعرفوا على الدخلات والخارجات ديالك. انت خسك تدليل. الدخلات والخارجات ديالك يعني بحجة بدليل بوثيقة رسمية كما قلنا اما بالباسبور القديم اللي يوفى اما بهذه الشهادة اللي تكلمنا عليها اللي هي اسميتها يعني 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 ديالنا ما اللي بجده الباسبور تعلق الامر. جددنا في القنصرية اللي تابعين لها مثلا واللقاء في المغرب اللي دوره فيما احصلنا تما والباسبور وفلنا تما وضطرنا بدل وتمى. فنطلبه من الموظف من اللي يبغي يعطينا الباسبور. يعني جديد نقول له لو تدي الله يخليك يعطيني الباسبور ديالي القديم. قطعه ولا دير له اي حاجة. اردو لي لاناني غادي نحتاجه في حد النهار. انت غادي نحتاجه. هو بحل هاد المسألة هدي من اللي كتجي تبغي تجدد لوريقات ديالك. يعني دي الخمس سنين ديال اه عشر سنين بغي تدير الجنسية. تهي هاد مسألة كي طلبوها كي طلبوا لك يعني الدخلات والخارجات. باش يعرفوك شحال من مرة خرجتي من برة برة اسبانيا. وشحال قلستي برة اسبانيا كل مرة خرجتي فيها. كما قلت هنا غادي نحاولو نتفاداو واحد المشكلة اللي هو كبير اننا نقول له ونتنقله حتى للمغرب ومدون نزريه لديك الوطيقة. ولا ما تنخصنا نديره واحد الوكالة لواحد العائلة ديالنا في المغرب. باش هو اللي يجري لنا على ذيك الوطيقة واش بدها لنا. الباسبور يعني بكل اللي تأكيد ما غا تتلقاهوش. الباسبور كيتشرق سيوه كيتقطع ما غادلش يبقاهو الناس ان يجري في العملة غيبقوش هدية الباسبورة ديال عباط الله كمين ما عندهم ما يديرو بهم. يعني كيتريتوريهم ولا يعني كيتغوهم في ذاك الماكينة اللي كيتوقوا فيها الوراق. يعني كتقطع كامل. لان فيها معلومات ديالناس. وما عندهم ما يديرو بالباسبورة ديال عباط الله. البيانات راه هي تمة. ولكن اللي خاصصكم تجريوا عليها هي هي هاتشهادة اللي هدرنا عليها ديال الحراكة ديال الهزرة ديالك ديال الخارجات والدخلات. يعني هذا شي يعني اكيد شينهار غدين توقفوا عليه. الناس موالين الريسيدنسيا ولا الناس اللي عندكم بطاقة ديال الاقامة. كما قلت يا اما فج جديد ما تبقى جده مثلا خمس سنوات ولا ديال ما لا بعلش اي بطاقة ديال الاقامة. فهنا هاد الناس ذو من خلال هاد المسألة هذي كنتكلمون لهم كيتأكدوا بانك فعلا دوزتي مثلا في حالة ديال عشر سنوات باش تطلب الجنسية الاسبانية انك دوزتي هنا في الاراضي الاسبانية. ما جدوك الخارجات الدخلات قلستي في واحد المدة اللي فايتة. يعني القانون المسموح به لانا كنعرف كل بطاقة ديال الاقامة كتعطينا او لا تعطينا واحد الحق ديال واحد المدة معينة كل سنة. مزيلا لان هذا مشغل الموضوع ديانا. عباش نحطكم في الصورة. مهم باش مطاولش عليكم بزاف نخليوا الفيديو ثانيا. انتمنى يا رب نكون لفتكم. مرطة جيوكي باكنت باش تعمل فائدة. سنتلقى بكم انا ان شاء الله في موضوع اخر وحبكم في الله. نهاركم بروك. سلام عليكم.